الحمد لله الحمد لله الحمد لله لهذين الإسمين كما قال الشيخ النبولسي في معنى إسم الله المعز المذل أنه قال أن المعز والمذل إسماني من أسماء الله تعالى وصفتاني من صفات فعله فنحن عندنا أسماء ذات وصفات وأفعال فالله عز وجل له ذات وله صفات وله أفعال فمعظم العلماء يؤكدون أن إسم الله المعز المذل من أسماء الأفعال كما أخذنا في أسماء الله القابض الباسط في الدرس الماضي فهي أيضا عندما تعرضنا إلى هذه الأسماء في القرآن وجدنا أنها جاءت بالفعل من فعل الله سبحانه وتعالى مثل القابض الباسط والخافض الرافع فأسمين اليوم المعز المذل تحمل أسماء الأفعال أفعال الله سبحانه وتعالى فعندما نجد المعز المذل في القرآن الكريم كأفعال نجد في سورة ألي عمران أن المعز يعز من يشاء والمذل يذل من يشاء في هذه الآية وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يقول الشيخ السعد رحمه الله في تفسير هذه الآية تعز من تشاء بطاعتك يعني بطاعة العبد الله سبحانه وتعالى فيعز من يشاء من عباده وتذل من تشاء بمعصيتك من يعصيك من عبادك فالله يعز من يطيعه ويذل من يعصيه إنك على كل شيء قدير يعني لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك فهنا المعنى الأول لتعز من تشاء يعني تعز الذي يطيعه فهو الذي تعزه والذي يعصيك هو الذي من تذله في تفسير آخر للإمام البغوي يقول وتعز من تشاء وتذل من تشاء قال البغوي قال تعز من تشاء يعني المهاجرين والأنصار وتذل من تشاء أي فارس والروم وقيل تعز من تشاء ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين دخلوا مكة في عشرة آلاف ظاهرين عليها وتذل من تشاء أبا جهل وأصحابه حتى حذت رؤوسهم وألقى بهم في القليب القليب هو المكان الذي دفن فيه هؤلاء الكافرين وقيل تعز من تشاء بالإيمان والهداية وتذل من تشاء بالكفر والضلال وقيل تعز من تشاء بالقناعة والرضا وتذل من تشاء بالحرص والطمع يعني الحقيقة أنها معيني جميلة جدا على يعني عندما نتدبرها في من الذي يعزه الله سبحانه وتعالى ومن الذي يعني يذله الله سبحانه وتعالى فهناك معنى عام وهو من يطيع لا يعزه ومن يعصي لا يذله فالله يذل من يعصي ويعز من يطيعه هذا معنى عام وأيضا نجد أن من المعاني هو أن الله يعز من يشاء بالإيمان والهداية فيرشده إلى الهداية ويرشده إلى الإيمان ويذل من يشاء بالكفر والضلال يعني الذي يعني يتجنى في طريق الصواب والذي يصد عن سبيل الله الله سبحانه وتعالى يذله في الدنيا وفي الآخرة وأيضا كما ذكر البغوي يعز بالقناعة والرضا يعني يكون هناك يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله الغنى غنى القلب إنما الغنى غنى القلب فهناك الغنى القلب أي قناعة ورضا بما يعني قدره الله أو بما يعني رزقه رزق الله عبده فيكون هناك قناعة ورضا والذل يذل من يشاء بالحرص والطمع أن يكون هناك حرص والطمع فيكون هذا الإنسان ذليل ذليل للمال ذليل لحب المال ذليل لكنز المال فهذا أيضا نوع من الذل لهم من هم الأعزاء حقا من هم الذين يعزهم الله سبحانه وتعالى ومذكور في القرآن سنجد في سورة المنافقون يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم عن المنافقين بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هنا الآية تتحدث يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وذلك حدث في غزوة المريسع المريسع غزوة المريسع أو غزوة بن المستلق وهذا في السيرة حيث صار بين المهاجرين والأنصار بعض كلام كدر الخواطر يعني كان هناك من المنافقين من يجلس بين المهاجرين والأنصار وبدأ يعني بعض الكلام والحوارات لكي يصير الخلاف بينهم وظهر حينئذ النفاق المنافقين وأظهروا ما في نفوسهم وقال كبيرهم عبدالله بن أبي بن سلول ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قال القائل غذي كلبك يأكل وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني بزعمه أنه هو وإخوانه من المنافقون ومن المنافقين هم الأعزون وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه هم الأذلون والأمر بعكس ما قال هذا المنافق فلهذا قال الله تعالى ولله لعزته ولرسوله وللمؤمنين فهم الأعزاء حقا والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء ولكن المنافقين لا يعلمون إلى ذلك زعموا أنهم هم الأعزاء اغترارا بما هم عليه من الباطل وهذه يعني من الأشياء الهمة جدا يعلمنا الكرآن وضع المفاهيم هناك مفاهيم قرآنية لا بد أن نعيها أخواتي ونحن نتدبر الكرآن القرآن يعطيك مفاهيم من هم الأعزاء من هم الأذلاء من هم الفائزين الفائزون من هم الخاسرون كل هذا يعني يعيد صياغته القرآن في ذهنك لأن نحن في هذه الحياة لنا مفاهيم وهذه المفاهيم بعضها تكون خاطئة فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبري يأتي لك المفاهيم الصحيحة فالآن الله سبحانه يخبرنا أن الأعزاء في هذه الدنيا هم الذين المؤمنون لهم العزة الله الله صحيحة له العزة ولرسوله وللمؤمنين فإذا كنت تريدين العزة في هذه الدنيا فلابد أن تتبعي منهج ما جاء في الله سبحانه الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور هنا نجد في تفسير الشيخ سعد يقول أي من يريد العزة يطلبها ممن هي بيده فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته وقد ذكرها بقوله إليه يصعد الكلم الطيب ما هو الكلم الطيب يبين الشيخ الكلم الطيب هو القراءة القرآن التسبيح التحميد التهليل وكل كلام حسن طيب فيرفع يعني إصلاح بين الناس أمر بالمعروف نهي عن المنكر هذا كل كلام حسن طيب فيرفع إلى الله ويعرض عليه ويثني الله سبحانه ويثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى والعمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح يعني نفهم من الآية أن هناك قول وعمل القول هو الكلم الطيب والعمل الصالح يقول الشيخ أن هناك أعمال قلوب وأعمال جوارح يرفعه الله تعالى إليه أيضا الكلم الطيب أعمال القلوب أن يكون قلبي يعني فيه نية صالحة لله سبحانه وتعالى ليس فيه غل ولا حسد ولا غيرة ولا مقارنات ولا هذه الأشياء وأن تكون النية في العمل القلبي خالصة لله سبحانه وتعالى ويصدق هذه النية وهذا العزم في القلب الجوارح تعمل فالآية تبين أن الكلم الطيب يرفع والعمل الصالح يرفع والله سبحانه وتعالى يبين أن هذا هو طريق العزة إذا أردت العزة فإن العزة لله وبيد الله وهو القادر أن يجعلك عزيزة بين الناس وهذه العزة تنال بطاعة الله ما هي طاعة الله القول الطيب أو الكلمة الطيب والعمل الصالح ويرفعهم الله سبحانه وتعالى وقيل تفسير آخر يقوله الشيخ العمل الصالح يرفع الكلام الطيب فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة فهي التي ترفع كلمه الطيب فإذ لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول الله تعالى فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله تعالى ويرفع الله صاحبها ويعز يعني الكلم الطيب يصدقه العمل يعني تؤمني وهذا الإيمان قلبي وعمل قلبية يصدقها العمل فيرفع العمل هذا الكلام الطيب أو القول الطيب يرفع إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الجانب الآخر والذين يمكرون السيئات يقول الشيخ وأما السيئات فإنها بالعكس يريد صاحبها الرفع بها ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه ولا يزداد إلا إهانة ونزولا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومعروف 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 أن العذاب هو الإهانة يهانون في هذا العذاب غاية الإهانة ومكر أولئك هو يبور أي يحلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئا لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل وهذا يعني هذه جملة أخواتي في غاية الأهمية مكر بالباطل لأجل الباطل يعني هناك له هؤلاء الكافرين أو الذين يعصون الله سبحانه وتعالى فنيتهم باطلة ونيتهم فاسدة وأعمالهم فاسدة يعني كما ذكر الله سبحانه في هذه الآية أن الذي يريد أن ينال عزة لا يكون بالقول الطيب وبالعمل الصالح فإن أيضا الذي سيذل في هذه الدنيا وفي الآخرة نتيجة الكلم الخضيط والكيد والدسائس والنية الباطلة فالنية الباطلة والعمل الباطل يهوي بصاحبه إلى الظل والهوان في الدنيا وفي الآخرة والكلمة الطيبة والعمل الصالح تعز صاحبه في الدنيا وفي الآخرة ويصرف إلى الله سبحانه وتعالى أيضا في قوله تعالى في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا هنا يعني يقول الشيخ سعد في تفسيره لهذه الآية أن هذه هي أحوال المنافقين يعني الذي يبتغي العزة عند الكافرين ويتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فهذه صفات المنافقين صفات المنافقين فيقول هذا هو الواقع من أحوال المنافقين ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين يعني قد يكون هؤلاء الكافرين عندهم إمكانيات وعندهم الأموال وعندهم الأسلحة وعندهم أشياء كثيرة فيغتر هؤلاء باتباع هؤلاء الكافرين والميل إليهم والعمل معهم ويقصر نظرهم عما وراء ذلك فاتخذوا الكافرين أولياء يعني يتولوهم يحبوهم يؤدوا إليهم يعني يجعلهم يتولوا أمرهم أولياء يتعززون بهم ويستنصرون بهم والحال أن العزة هي لله جميعا فإن فإن نواصي العباد بيديه ومشيئته نافذة فيهم وقد تكفل الله بنصر دينه وعباده المؤمنين ولو تخلل ذلك بعد الامتحان لعباده المؤمنين وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين وفي هذه الآية الترهيب العظيم من مولاة الكافرين وترك مولاة المؤمنين هذه قضية غاية في الأهمية أخواتي غاية في الأهمية أن الولاء يكون للمؤمنين والنصر والمساعدة تكون للمؤمنين وعدم مولاة الكافرين وأن ذلك من يفعل ذلك من صفات المنافقين وأن الإيمان يقتدي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين وعداواتهم وخصوصا هؤلاء الكافرين المحاربين الذين يريدون أن يعني يحاربوا المسلمين ويقتلوا في المسلمين فهؤلاء شرعا يعني يكون عدم موالاتهم وبغضهم وعداواتهم وهذا دليل الإيمان وعدم وجود ذلك يكون معناه صفة من صفات النفاق عدم موالات المؤمنين وموالات الكافرين أو عدم الشعور بأن هؤلاء المؤمنين يعني يستحقون المحبة والموالاة وتفضيل الكافرين عليهم هذه من علامات النفاق من هم الأذلاء حقا من هم الأذلاء حقا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة بسم الله الرحمن الرحيم إن إن الذين معاربون الدين مجانبون للحق مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية أولئك هؤلاء الكافرين حتى ولو كانوا أغنياء حتى لو كان عندهم أمكانيات حتى لو كان عندهم أسلحة حتى لو كان عندهم أشياء كثيرة فهم أشقياء مبعدين مطردين عن الصواب أذلين في الدنيا والآخرة يزيقهم يزيقهم الله سبحانه وتعالى المذل الذل في الدنيا والآخرة هؤلاء الذين يحادون الله في سورة الحج يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هنا نجد في تفسير الإمام البغوي في هذه الآية نجد فيها تفسير لما جاء في تفسير هذه الآية الإمام البغوي يقول مخبرا عن ألم ترى يعني ألم تقرأ يعني كلمة ألم ترى تكون فيها معنى ألم تعلم وقيل ألم ترى يعني تقرأ بقلبك أو تتدبر ألم ترى أو ألم تقرأ بقلبك أو ألم تعلم أن الله يسجد له يعني يسجد له من في السماوات يعني السماوات وأهل هذه السماوات ومن في الأرض يعني الأرض ومن فيها والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والدواب يعني هو كل ما يدب على وجه الأرض فقال الإمام البغوي قال مجاهد سجودها تحول ظلالها وقال أبو العالية ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجدا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجى إلى مطلعه وقيل سجودها بمعنى الطاعة فإنه ما من جماد إلا وهو مطيع لله خاشع له مسبح له كما أخبر تعالى عن السماوات والأرض قالت أتينا طائعين يعني كل ما في هذا الكون من مخلوقات في آية أخرى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم يعني حتى الجمادات تسبح بحمد الله كل شيء وإن من شيء يعني كل شيء يسبح ويسجد ولكن كيفية هذا السجود لا نعلمه حقيقة ولكن نعلم أن يعني كل هذه المخلوقات تسبح بالله وتسبح لله وتوطيع الله سبحانه وتعالى وتسجد له سواء هذا السجود بالنسبة للكواكب والنجوم هو يعني غيابها أو حين تغيب ولا تنصرف إلا بإذن الله سبحانه وتعالى أو يكون هذا السجود للطاعة وخشوع لله سبحانه وتعالى بشكل نحن لا نعلم فنجد الآية تتحدث عن قضية السجود حتى الآية انتهت بسجدة ونحن نعلم سورة الحج فيها سجدتين هذه هي السجدة الأولى في سورة الحج الشاهد هنا أن كثير من الناس يعني كثير من الناس أيضا من هذه الأشياء تسبح الله عز وجل وكثير من الناس يعني المسلمين المسلمين الذين يسبحون الله ويسجدون هنا ستجد معنى السجود قائم واضح جدا في الآية وتنتقل الآية بك إلى فريق آخر وكثير حق عليه العذاب وهم الكفار لكفرهم وتركهم السجود وهو مع كفرهم تسجد ظلالهم لله عز وجل الله صلى الله عليه وسلم يقول ألم ترى إلى الله كيف مدى الظل ألم ترى إلى الله كيف مدى الظل يعني هناك الظل من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وبما إنه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فإنه يسجد ويسبح لله فهو يقول لك هنا أن الكافر له ظل وهو بكفره له الحكم على جسده ولكن ليس له يعني الحكم على الظله فظله يسجد لله سبحانه وتعالى تسجد ظلالهم ظلالهم لله عز وجل وكثير وكثير حق عليه العذاب يعني كثير منهم حق عليه العذاب هؤلاء الكفار لعدم سجودهم وطبعا عدم السجود هنا يعني عدم الإيمان لأنهم لو كانوا مؤمنين لكانوا يوصلون ويسجدون لله سبحانه وتعالى ارتباط عدم السجود بالإهانة ومن يهن الله جاءت نهاية الآية ومن يهن الله يهنه الله يذله الله سبحانه وتعالى يذله المذل فما له من مكرم يعني من يذله الله فلا يكرمه أحد والعز بالله إن الله يفعل ما يشاء يعني يكرم ويهين بإرادته ومشيئته فالسعادة والشقاوة بإرادته ومشيئته من سيؤمن به ويسجد له ويكون السجود علامة يعني دائما السجود يكون علامة الظل لله سبحانه وتعالى فمن يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى يعزه الله ومن يأبى ويتكبر ولا يسجد يذله الله وهذا الظل في الدنيا وفي الآخر مهم جدا أن الله سبحانه وتعالى يهن هؤلاء الكافرين في الدنيا والآخر كيف نحيا بإسمي الله المعز المذل الدعاء بهما الدعاء بهما كيف ندعو بإسمي الله المعز المذل من تعلم التي تعال في الإجابة يمكن أن ترسل لي على رسالة بها لو في أحد من الأخوات تعلم كيف ندعو بإسم الله المعز المذل هل من مجيب هل في أحد من الأخوات تعلم اللهم أعزنا في الدنيا والآخرة أحسنتي عبير مونة اللهم أعز الإسلام واسمين رائعة مونة اللهم انصرنا ولا تنصر علينا يعني ده اسم الله النسير علا الله يا معز يا مذل أعز الإسلام نعم أحسنتي أحسنتي نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا يبقى طبعا أسماء نعم أحسنتي اللهم أعزنا بعزك لا ناسة طبعا الدعوة المعروفة جدا لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن افتغينا العزة في غيري أذلنا الله هذا قول جميل جدا 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 لسيدنا عمر رضي الله عنه ففعلا إسم الله المعز المذل اللهم أعزنا بالإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشركة والمشركين وأذل الكافرين أعداءك أعداء الدين هذا من دعاء إسم الله المعز المذل أن العزة تراد من الله وحده الله وحده هو الذي يعطيك العزة وكلما ازددت خضوعا وتقربا وسجودا لله سبحانه وتعالى وللخلق يعني خضوعا لله سبحانه وتعالى ولا للخلق يعني الخضوع يكون لله لا للخلق كلما أعزك الله ورفع قدر في الحديث الصحيح في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة العفو أخواتي العفو يعني دائما نجد ما يحدث بعض الخلافات بين الصديقات أو بين القريبات أو بين الجارات ويعني الأخت تمثك جدا ألا تعفو يابد أن نعفو حتى يعني إذا أردنا العزة إذا أردنا أن تكوني يعني عزيزة عند الله سبحانه وتعالى اعفي اعفي عن أخواتك العفو يعني يزيدك عزة ويزيدك قربا يا الله سبحانه وتعالى وأيضا ما تواضع أحد إلا رفعه الله طبعا تواضع هنا تواضع في مجال التواضع يعني بين المؤمنين كما سنأتي يعني يكون تواضع ورحمة بين المؤمنين بعضهم لبعض وليس تواضع للمنافقين ولا للكافرين فهذا ليس تواضع هذا ما قلنا عليه هو الذلة أو الذلاء حقا فالتواضع يكون للمؤمنين للمحتاجين ليه الذين لا يؤبه لهم فما تواضع أحد إلا رفعه الله سبحانه وتعالى الاستغناء عن الناس والتعلق بهم كسبب للعزة الاستغناء عن الناس والاستغناء وعدم التعلق بهم يعني مهم جدا أنك تطلبي الأسباب ولكن لا تتعلقي بها تطلبي الأسباب ولكن لا تتعلقي بها فتقولي إني ذهبت لقضاء حاجتي عند فلان وإني أنتظر منه أن يفعل وأن يكون كذا وأنه يعلم وأنه له معارف وأنه له ناس قد يعني يخدموني في هذه القضية وتنامي وتقومي على هذا التفكير هذا هو الخطأ أنت تأخذي بالأسباب ولكن التوكل القلبي والاستغناء يكون في قلبك وتعلمي أن الله سبحانه هو الذي سيقضي لك حاجتك روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزى به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس عز المؤمن هو أن تستغني عن الناس فمهم جداً هذا الحديث لأنه يبين لك حقيقة الحياة وسنجد أن الاستغناء انتهاء الحديث بعز المؤمن هو استغناءه عن الناس لماذا يستغني المؤمن عن الناس الحقيقة أن بداية الحديث تبين لك لماذا ختم بأن العزة في الاستغناء عن الناس لأن الناس لا تدوم الناس إذا طلبت العزة من الناس قد يكون تطلبي عزة من إنسان عنده جاه هذا الجاه يذهب عنده مركز هذا يقال من هذا المركز عنده مال يفقد هذا المال عنده أشياء يفقد هذه لأنه لا يتحكم أن الخافض الرافع والمعز المذل هو الله سبحانه وتعالى أو أنه سيموت لن يبقى هذا الإنسان الذي تطلبي منه العزة أو الذي تطلبي عنده العزة فقضية العزة من البشر ليست قضية في تفكير سليم لأن هؤلاء البشر أغيار يعني يتعرضون لتغيير كما قلنا قبل ذلك سنة الحياة الثابتة هي التغيير مرض وصحة فقر وغنى كل هذا فالذي تعتمدين عليه من البشر قد يموت قد يمرد قد يفقد وظيفته أو يفقد الشيء الذي تتعتمد عليه فيه ويكون يعني هذا لك خزلان أن تخزلي في هذا الإنسان ولكن عندما تطلبي العزة من الله سبحانه وتعالى بأن تقومي الليل وأن تتقربي إلى الله وأن تطيعي الله وأن يكون الله سبحانه وتعالى هو في قلبك وتستغني بالله عن الناس عندما تستغني عن الناس وعلى فكرة أخواتي هذه قاعدة أنت لن تستغني عن الناس إلا إذا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى يعني إذا طلبت العزة من الله ولجأت إلى الله ففي هذه الحالة تستغني عن الناس أنت يعني الإنسان الذي يتعلق بالناس ويبتغي عندهم العزة سواء هؤلاء الناس يعني يعني بقضية عامة يعني كافرين أو غير كافرين أنت في حياتك العادية إذا تعلقتي بالناس لكي يعني تبتغي عندهم عزة بسبب جاه بسبب مال بسبب أي شيء فأنت لم تتحصل على ذلك لأن العزة لله سبحانه وتعالى وأن هذه يعني هذا الإنسان سيتعرض للتغيير في وقت ما سيتغير في كل يعني في حياته لأنه لا يستطيع أن يملك حياته ومن يملك حياته هو المعز المذل ولكن إذا استغنيت بالله عن البشر فأنت طلبت العزة ويتكون لك العزة بلا لأنك انت استغنيت بالله سبحانه وتعالى عن البشر فمان كان في قلبيها الله سبحانه وتعالى فهي استغنت عن الناس ومن كان الناس في قلبها فهي استغنت عن الله ولعزه بالله فهي قضية لا ثالث لها يعني أنت تنظري في قلبك هل في قلبك أن تستغني بالله أم تستغني بالناس إذا كان في قلبك تشعرين الآن أن أنت تستغني بالله عن الناس وتطلبي من الله أن يعزك لأنه هو المعز فأنت على طريق الصور إذا كان عكس ذلك فتستغفر الله وتطلبي منه التوبة وهذا شيء كما ذكرنا في غاية الأهمية الاستغناء عن الناس أيضا كيف نحيا بإسمي لا المعذ المزل اليقين بأن المعصية تذل صاحبها المعصية تذل صاحبها وتكون شؤما عليها وهناك يعني ابن القيم رحمه الله هناك أكثر من عشر نقاط يعني ليس مجال سردها الآن يتحدث فيها عن شؤم المعصية وماذا تفعل المعصية في صاحبها ومن بينها هي ذل تذله يكون هناك ذل والأمثلة كثيرة جدا على ذلك كم من مد من خمر ذل في الدنيا كم من آكل ربا ذل في الدنيا كم من يسرق ذل من سارق أموال الناس ويذل في الدنيا قبل الآخرة كم من زاني ياسني والعيس بلا يذل في الدنيا الأمثال كثيرة جدا في أن المعصية تذل صاحبها وتكون شؤما عليها ومن هم الأذلاء حقا العصاء الكافرين المعاندين لدين الله وإن كان لهم شيء من متاع الدنيا ومن هم الأعزاء حقا المؤمنون الموحدون المطيعون لله ورسوله وبما جاء في القرآن والسنة دون اتباع للهوى أو ميل عن الحق يقول أن بلثي عفظه الله الله عز وجل أمر بأمره التكويني يعزك إذا اعتزدت به واعتمدت عليه وأخلصت له وأقبلت عليه ولم تشركي يعزك الله سبحانه وتعالى ويقضي لك حاجتك أيضا من الأشياء التي نحيا بها بإسم الله المعز المذل أن تكوني هيينة ليينة مع أخواتك المؤمنات هيينة ليينة يعني لا يكون هناك شدة ولا غلظة ولا عنف وأنا يعني أخاطب بالأخوات الكريمات جميعا ومن تيثر لها منهم من تعطي دروس قرآن أو من تعطي تعلم أخريات لابد أن تكوني هيينة ليينة مع طالباتك وخصوصا يعني إذا كان يعني عملك في كتاب الله هذا نقطة هامة جدا جدا أخواتي أنصح بها الأخوات اللي هم يعني في هذا المجال لأنه أنت بياتك طبعا كل شيء بيات الله ولكن أنت تكوني سببا في أن تترك طالبة طلب العلم أو تترك طالبة العلم الشرعي بسبب أن من تعلمها اشتدت عليها أو وجلت فيها مثلا صعوبة في الفهم فبسبب هذه الخشونة وبسبب هذه الشدة في التعامل تهرب منك يا الطالبات فمهم جدا أن يكون المؤمنة تكون الأخت المسلمة هيينة ليينة مع أخواتها المؤمنات وعزيزة على الكافرين والمنافقين في مصداقا لذلك قوليه تعالى في سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ هنا شاهد في الآية أن الله سبحانه وتعالى عندما تكون يعني يصف المؤمنين الذين هم أذلة على المؤمنين يعني هنا الأذلة بمعنى أن يكون رحماء وفيلين وفي يعني رحمة في تعامل بين المؤمنين وفي عزة على الكافرين وفخر وكبرياء وعدم الخضوع وعدم طلب الولاية وطلب العزة منهم إذا كان ذلك من المؤمنين فهذه هي علامة حب الله لهم علامة حب الله يعني إذا كنت هاينا لينا مع المؤمنين ومع أخواتك المؤمنات وعندك عزة وفخر ولا تتخذي من الكافرين أو المنافقين أو لا تدافعي عنهم فهذه علامة حب لله سبحانه وتعالى لك يحبهم ويحبون فهذه من علامات حب الله سبحانه وتعالى أن تكوني هاينا لينا مع المؤمنات وشديدة أو عزيزة على من يرد بالإسلام شر أو يرد بالإسلام يكون من أعداء الإسلام فهذا مهم جدا لذلك لابد أن نتفحص في قلوبنا ذلك الواجب الأسبوعي قراءة القرآن بتدبر في الآية التي أو الآيات التي ذكر فيها أفعال الله أفعال الله المعز المذل كما ذكرنا أن ما سنجد في القرآن هي أفعال الله في هزين الإسمين والتفكر اليومي في الآيات الكونية ورؤية العزة لله في ملكه وخضوع مخلوقاته له وهذا ما نسمي عبادة التفكر في الخلق وتذكري أن المعز والمذل هو الله فلا تذلي نفسك لأحد سواه العزة للمؤمنين الهروب من سارق العمر وهذا يعني ما دائما ننصح به الأخوات وعدم يعني استغلال الوقت إلا فيما هو نافع ويقربك من الآخرة ويزيد رصيدك في الحسنات هذا هو ما تصرف إليه وقتك أقول قولي هذا وأستغلال